كابتن حسان البدري كان فيه جلسة ما بين وما بين كابتن محمود الخطيب أكيد تكلموا فيها عن أحوال فريق الكرة كابتن حسان البدري الصراحة من الحاجات اللي لازم الناس تبتدي تبص لها بطريقة التعليم يعني لازم نتعلم كده قد ايه مدير فني خلال المسلمين خد مشروع فريق يعني ايه مشروع فريق يعني النادي الأهلي مش بس ان انت بتكمل بالفرقة لا انت بتبني المستقبل بتطلع نشيئين بتدي فرص للنشيئين في لعبة جديدة بتخش في لعبة بتطلع اعارة وفي نفس الوقت رغم كل الاحداث اللي حواليك انت بتحصل على بطولات ومش بس كده افضل اداء افضل اداء بتدي اكتر قدر من اللعبة موضوع التدوير وموسم صراحة استثنائي في كل شيء ومن اصعب المواسم الناس بتقول نادي الأهلي حسم البطولة بدري فده معناه ان مستوى المنافسة سهل للغاية كلام ده بالصح لان غير الصعوبات ان انت بتقابل الفرق التانية انت عندك مشكلة تلاحم الموسم وبتلعب ماتش كل تلات ايام عشان ضغط الجدول لكاس العالم وده هنا بيبين لك امكانيات المدير الفني المدير الفني ازاي بيبقى واعي وازاي بيحط شغله بيحط جدوله على مدار موسم تبتلعب كل تلات ايام ماتش وعندك بطولة الدور العام وعندك بطولة كاس مصر وعندك بطولة كاس افريقيا اللي بتشارك فيها السابقة والقادمة السابقة النادي الأهلي وصل للفاينال واحلى من احلى البطولات الصراحة اللي لعبها وعمل اسكورات عالية جدا وكسب الترجي هناك وكسب النجم هنا بستة اهداف وكانت مبارات جميلة جدا ولكن انت السنة الجاية برضو بتقاتل وحتلعب الترجي بعد مواجهة نادي الزمالك في الدور ان شاء الله في اخر ابريل فكل الامور ديت لازم نبص ونرجعها مع كابتو حسان بدري انك ازاي بتلعب تحت ضغط جمهور النادي الأهلي جمهور كبير جدا ومش اي حاجة تعجبه يعني مش مجرد ان انت تحقق الفوز فده معنى ان انت ارضية جمهور النادي الأهلي الاداء الجميل الاداء المميز تطور اللعيبة الحاجات اللي بتحصل وبتشوفها في الملعب فيه لعيبة الصراحة مع الكابتن حسان البدري مختلفة تماما فيه وظائف جديدة شفناها اللعيبة وتطور مستوى مختلف تماما كل هذه الامور ازاي بيدي الفرص للعيبة وازاي بياخد الوقت المناسب اللي بينزل فيه اللعيب عشان ياخد منه اعلى مستوى الحاجات دي كلها جماعة تدرس ده كابتن حسان البدري ما شاء الله هذا الموسم يدرس لكل المدربين الشباب لكل المدربين اللي موجودينه على فكرة ومش عيب مش عيب ان انا اشوف حد ناجح حد على اعلى مستوى تعلم منه مش عيب واللي ما بتعلمش مش هيتطور من نفسه واللي ما بيبصش على حواليه مش هيتطور من نفسه فماشاء الله لازم نجدد الإشادة بالكابتن الحسان البدري لان ما يفعله هذا الموسم استثنائي وشوفنا ازاي بتعامل تحت ضغط ازاي دايما كلامه على المستقبل بيبقى مهم ازاي بيدي دور اللعيبة الشباب ازاي ده فيه لعيبة من موليد 2001 تم الاستعانة بينهم في احد اللقاءات الوديه عشان يحط مشروع تم تصعيد الحارس مصطفى شبير حارس مرم فريق 2000 احنا هتكلم عنه النهاردة وتم التدريب مع الفريق الاول كان رمضان مصطفى برضو حارس 99 سافر معه في النادي الاهلي فيه لقاء الفجير وبتمرم بقاله فترة ازا انت كمان بتبص لقدام احمد حمدي لعب 97 بيشارك فيه اخر لقاء النادي الاهلي امام سموح ده منظومة المشروع ده مشروع فريق النادي الاهلي اللي ما شاء الله تسايد المشهد فيه الفترة اللي فاتت دوري وكاس وسوبر للموسم الماضي وهذا الموسم دوري وان شاء الله الكاس باذن الله وايضا بطولة افريقيا وتكون سلسية جميلة لكل عشاء النادي الاهلي وان شاء الله كابتن حسان البدري بعد جلسته مع كابتن محمود الخطيب يكون مكمل مع الفريق لان ده من الامور المهمة جدا ومشروع يستحق الدراسة الصراحة مش بس كابتن حسان البدري يستحق الاشادة ولكن ما يفعله مع الفريق الاول النادي الاهلي كابتن حسان البدري الجهاز الفني بأكمله من اول كابتن ساد عبد حفيز مدير الكورة كابتن احمد ايوب وكابتن ساد معاول كمساعدين في التدريب ودكتور خالد محمود وكابتن طارق سليمان في حراس المرمى وكل حتى دكتور هاني خصائي التغذية وسيموا محل الأداء جهاز الفني بأكمله سادة حتى دكتور ابو العيلة الشعلالي شعلالي با وكابتن ابو العيلة ليهم دور مهم جدا في النحة البدنية وده من الحاجات اللي لازم تدرس زي كابتن حسان البدري قدر يتغلب على طلاحهم المواسم بهذا الشكل ويوصل لهذا المستوى من الأداء ومن النتائج لأن كرة القدم انت لو بس بتقدم كرة أجمية كرة جميلة وما بتكسبش يبقى انت عندك مشكلة في الفلسفة بتاعتك ودي شفناها مع مدربين آخرين يا فرحة ان انت بتلعب على الاستحواز وبتنسك الكرة في شوط واحد والشوط التاني الوضع بيختلف ولكن النادي الأهلي كابتن حسام البدري يوصل في الأداء لحاجة اسمها التوازن البالانس ده من أصعب الحاجات اللي موجودة في كرة القدم ان انا ازاي اصل بالتوازن ألعب المباراة على حسب امكانيات المنافس بتاعي ازاي اصل لهذا التوازن ان انا بهاجم بشكل معين وايضا بدافع بشكل مميز للغاية كل لعيب في النادي الأهلي من اول لعب في الملعب واول مدافع في النادي الأهلي ما هواش المساكين ده راس الحربة هتلاقي وليد أزارو بيدافع هتلاقي أجايب بيدافع هتلاقي مروان محسن بيدافع هتلاقي أحمد ياسر ريان لو لعب بيدافع هتلاقي زهري الأطراف بيدافعوا هتلاقي الاتنين الطرفين بيدافعوا كل ده حاجات من اللي قدمها كابتو حصال بدري صراحة مش بس بنشيل لا ده كابتو حصال بدري محتاج ان الناس كمان تدرس كيف وصل كابتو حصال بدري لهذا المستوى وربنا دايما يوفقوا كده ويكمل في الانجازات اللي بيقدمها مع النادي الأهلي شكرا